صباح الخير بدي بتشرف انقل لحضراتكم ولأصحاب المعالي والسعادة شكر وتقدير الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصافة العربية وفي نفس الوقت اعتذاره على عدم حضوره الشخصي من رغم من ترتيبات اللي قمنا فيها لوجوده بشرب الشيخ بهذا المؤتمر ولكن كما تعلمون ان القوانين والتشريعات الدول تتغير بشكل مستمر وللأسف تعذر بسبب قوانين جديدة موجودة بالكويت انه فعلا يعمل هذا معالي الاستاذ طارق عامر محافظ بنك المركزي المصري رعي هذا المؤتمر ممثلا بالاخ الصديق الاستاذ جمال نجم نائم المحافظ سعادة اللواء خالد فوذا محافظ جنوب سيناء سعادة الأخ الفاضل السيد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنك مصر رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية سعادة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معالي الدكتور محمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومثلا بسعادة الواء محمد يوسف سعادة الدكتور سليمان جبري سكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة شرق الأوسط وشمالي إفريقيا منا فاتف وموجود معنا أونلاين الأخ الصديق سعادة الأستاذ شريف جامع الأمين العام أو المدير العام لاتحاد بنك مصر أصحاب المعالي والسعادة والسيادة كلهم باسمه وصفته أيها الحضور الكريم أهل الصحافة والعلام أصعد الله صباحكم بكل خير يسعدني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم وأتقدم منكم جميعا بشزيلة الشكر والتقدير على مشاركتكم في فعاليات هذا المنتدى رغم الظروف الصحية والقوانين التي ترعاها وأخص بالشكر معا للأستاذ طارق عمل على رعايته لهذا المؤتمر والأستاذ محمد الأتربي على تعاونه ودعمه الدائم وللأخ الصديق سعادة المستشار أحمد سعيد خليل ولسعادة اللواء خالد فودا على حضوره الشخصي معنا اليوم والشكر موصولا إلى ضيوفنا العزاء كلهم باسمه وصفته والأخوة المشاركين من كافة الدول العربية وإلى الزملاء الكرام من قطاعنا المصرفي المصري أنا حقيقة ما عندي كلمة يعني كانت أساسا ما في كلمة كانت كلمة لمعالي رئيس اتحاد المصارف العربي ولكن بدي أتحدث بثلاث نقاط رئيسية قبل ما أتحدث بلا شك السيد طارق فايد الأخ الصديق وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أهلا وسهلا بكم شرفت وجميع رؤساء المصارف المصرية بداية لابد من شكر مصر حقيقة أنا عمقول شكر يعني زميلة سيد موريس متى شكر مصر لأنه وقفت حد لبنان أنا عمقول بشت شكر مصر لأنه وقفت حد اتحاد المصارف العربية فعلا شكر لأهل مصر شكر للسلطات المصرفية المصرية شكر للسلطات السياسية شكر للرقابة فعلا يعني لو ما مصر اتحاد اليوم فيه أزمة أنا عم بحكي من القلب عم نحكي ما شهدناه بعام عشرين عشرين بالنفس الوقت أنا كعربي بشعر بفخر أنه فيه دولة مثل مصر فعلا يعني هالإصرار والعزيمة والتخطيط يعني بشكل صارم من السلطة السياسية للتقدم بمصر مصر الدولة الوحيدة بعام عشرين عشرين اللي حققت نمو اقتصادي بنسبة 3.5% بالوقت كل الدول العربية عملت انكماش كلها بما فيها أكبر الدول اقتصادا من المملكة العربية السعودية حققت انكماش بحدود 3% ناقص 3% الإمارات قطر البحرين الأردن طبعا بشكل لبنان يعني لبنان هلأ وضع صعب كل الدول العربية حققت انكماش بنمو اقتصادة معدى مصر 3.5% وهذه تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مصر بالقطاع المصري في المصري هي الأولى عربيا للدول غير نفطية إذا بتاخد ميزانيات الإجمالة موجودات البنوك المصرية تقريبا صارت نص تريليون دولار حوالي 455 مليار دولار عم نحكي عن موجودات القطاع المصري في المصري إذا بناخدها ترتيب عربيا تأتي الإمارات بالدرجة الأولى ومن ثم السعودية ومن ثم قطر ومن ثم مصر بس أولت للدول لدول نفطية وأموال النفط تدخل إلى المصارف وبالتالي حجم المصارف تكون كبيرة مصر لا منا دولة نفطية دولة انتاجية هي الأولى عربيا إذا بنحكي كدول غير نفطية القرارات الجديدة مذهلة مذهلة فعلا عم نحكي على التطور الاجتماعي وإذا ما يكون في قرار أن يكون في قروض سكنية لثلاثين سنة بفايدة ثلاثة بالمية هذا عم نرفع مستوى المواطن المصري اللي يعيش بشكل جيد القرار الأخير بتسهيل فتح الحسابات هذه أكبر عملية الشمول المالي بالتاريخ بعد عملية قناة السواس لأنه وإذا ما تقدم خدمة مالية لكل الشعوب هون عم نحارب الفقر عم نعطي مجال أنه الشعب يتطور عم نعطي مجال أنسي في تنويلات للمشروعات الصغيرة وامتناهية الصغر طبعا عم يكون في التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال لمراعاة القوانين والتشريعات فيما يتعلق مكافحة غسل الأموال وهذا الموضوع طبعا ضروري جدا ليس فقط بالشمول المالي وتقديم خدمة مصرفية لكل الشعب مهما كان في قاته لبل أيضا بيستكمل الخط الأولى بموضوع القروض السكنية لأنه لما البنك بديعت قرد سكني يجب أن يكون عنده حساب هذا القرار عمره يومين ففعلا تهنئة للسلطات السياسية والسلطات النقدية وجهاز المصري في المصري على كل هذه الإجراءات اللي عم أقول فيها بالنسبة لموضوع مؤتمرنا طبعا الموضوع مؤتمرنا هو جديد قديم يعني مواضيع بتتعلق بالرغوليشنز والقوانين والرقابة وخاصة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل العرب هذا الموضوع محي يعني محي خلص ملاحظ أنه ع طول المؤسسات الرقابية عم تعطي قوانين جديدة بهذا الموضوع فاتف وزارة الخزاني الأمريكية كل المؤسسات الرقابية الدولية كل يوم بتطلع بقوانين جديدة ولكن فيه شغلة كمان مهمة بنا نتبه له وبأعتقد بخلال المنتدى حيتم نقاشه اليوم فيه عصر تحول رقمي بالعالم بشكل كتير كبير عمستوى الماكرو عمستوى الماكرو وهذا الموضوع بعد بعد كورونا هيستمر this is the next pancake normal يعني مش إنزل خلصة كورونا خلص ما بحر نشتغل ديجية اللا هيستمر بهذا الموضوع بشكل كتير كبير عمستوى التعليم عمستوى البنوك عمستوى الحكومات هيصير في عنا تحول رقمي كتير كبير وعم بيصير فعلا تحول رقمي كتير كبير هيخلق تحديات جديدة نحنا ما شايفينا هيخلق تحديات فيما يتعلق بالصايبير كرايم هيخلق تحديات فيما يتعلق تبيض الأموال عم نشهد العملات الإلكترونية منها البتكون أسعار رهيبة يعني عم تطلع قد يمرق عمليات غسل الأموال من خلالها لأنه الأسعار كتير هلأ طبعا شركة رئيس مجلس إدارة تسلا تعمل سيارات هو استثماره بالبيتكون اللي خلى البتكون هلأ يطلع ولكن بشكل عام بشكل عام العملات الإلكترونية عم تطلع وهون أيضا تخلق تحديات شديدة رقبية وأعتقد تحدي كبير أكيد أستاذ جمال نجم يعني هو الأستاذ أستاذنا بهذا الموضوع البنوك المركزية مدعوة أنه فعلا تتحول من رقابة مصرفية تقليدية إلى رقابة مصرفية أكثر تطورا لتقدر تواجه هذا الرقابة الإلكترونية ما يسمى بردكتك نقطة الثالثة بدي أحكي شوي عن اتحاد المصاف العربية اللي هو فعلا عنده جهود من فترات طويلة فيما يتعلق مكافحة غسل الأموال والتمييل الإرهاب عقدنا ندوية كثيرة ومؤتمرات ومنها مع وزاة الخزانة ومنها بالبنك الفيدرالي أستاذ جمال تشرفنا وأستاذ محمد الأتربي كان إلا شرف حضورهم بمؤتمر مع البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي بني يورك بمشاركة وزاة الخزانة الأمريكية والأوفاك وكل الجهة الرقابية أحد هذه المؤتمرات وتحديدا نحن كاتحاد بصفة أمين عام طلعنا بفكرة أنه نعمل مجموعة مجموعة من الكمبانس أوفيسر عبارة عن أكبر 13 بنك عربي البنك الأهل المصري يمشارك فيها ممثلة للمجموعة وولتسبرغ إذا عارفين طبعا كل العالم تعرف المجموعة وولتسبرغ اللي هي أكبر مجموعة مصرفية في العالم بتضم 13 بنك دولي عم نحكي بسيتي جروب ستاندر شارتر يو بي اس بنك توكيو ميسوبيتشي يعني من كل دول العالم وهذه المجموعة اللي هي تضم أكبر 13 مصرف في العالم هي تعتبر من المصارف الأكبر بالمصارف المراسلة طبعا بنك أوف أمريكا وبالتالي هذه المجموعة عندها ثقلة بأكتر من جهة يعني حتى أي مصرف يتعامل معها كبنك مراسل هي عندها بالإضافة للساندر الدولي بالتعامل مع المصارف المراسلة من قوانين تشريعات مكافحة أصل الأموال وغيره وغيراته لبل وولسبيرك جروب هال 13 مصرف إذا أي بنك يتعامل مع أحد هالمصارف بقول I have my own standard تتعامل معي أهلاً وسهلاً ما بتتعامل معي أنت حر بس You have to follow my standard نحن المجموعة الأساسناها اللي اسمها ميناء FCCG أو مجموعة مكافحة الجرائم المالية بمنطقة شرق الأوسط شمية إفريقية اللي هي اللوغو فوق اللي أنا بتشرف برئيستها هي بتضم كمان أكبر 13 مصرف عربي أساسناها عام 2016 الورسبرك تأسست عام 2000 يعني عمره 21 سنة استطعنا اليوم أنه نحن أفش الكولاباتر مع الورسبرك الورسبرك بيجتمع مرتين بالسنة بيعمل بلانري ونحن كمان نجتمع مرتين بالسنة مع بلانري هنه بيجتمع ببلاده ونحن مشتري ببلادنا اليوم عم نجتمع نحن ويوم بنفس البلانري آخر مرة اشتعملنا ببريز بمقار سوفت صار بزرر سنتين مجموعة مكافحة الجراب المالية قدرت فعلا تتفق مع وورسبرك وهذا شيء كثير بفيد المصافة العربية فيما يتعلق بالبنوك المراسل حقيقة نعم بحكي هالكلام في كثير منكم يمكن ما بيعرف هالجهود اللي قام اتحاد المصارف بالوقت اللي أكتر مبين موضوع النربية المؤتمرات اللي هو بيطلع بالإعلام وكذا وأنا أعترض بالتقصير بهذه الجهود آخر خبرية اللي خبرها بموضوع الميناء وفي سي سي جي آخر اجتماع الورد ايكانوميك فورم تأسس شيء اسمه التحالف العالمي لمحاربة الجرائم المالية global coalition to fight financial crime وهو أكبر تحالف عالمي اليوم لمكافحة الجرائم المالية يكفي أن أقول أنه بقلبه اليوروبول والانتربول والورد ايكانوميك فورم والميناء فسي سي جي تخيلوا اليوم المجموعة العربية لاتحاد المصارف العربية بترأسها موجودة عضو بالتحالف العالمي فيكم تفوتوا على الواف سيد طبعا اسمها global coalition to fight financial crime هول الأعضاء تبعون اليوروبول انتربول اياف طبعا جمعية المصارف الأوروبية وهي مجموعة فعلا تأسسوها ريفينيتف اللي هي تومسون روتر سابقا واليوروبول والورد ايكانوميك فورم ومبشرة انضم انتربول طبعا فيها اهداف كتير وفيها كتير اعضاء مثل روسي روسي هي رويل يونيتد سيرفز انستيوت اللي هي اقدم ريسيرش سنتر في لندن وهي بتعمل ابحاص عموضوع الجرائم المالية وبدأدمها للسلطات البريطانية بدي اوقف هون حتى ما اطول على السادة طبعا رسالة تقولكن انه فعلا الاتحاد اتحادكم لانه موجود بوجود المصار في الاعداء فعلا عم يعمل جهود وليس جهودنا تنحصر على موضوع الندوات والمؤتمرات اللي هي طبعا مهمة من حيث التوعية من حيث بالتبادل الافكار ومن حيث المشاركة التحالف العالمي عندها امريكان شابتر يوروب شابتر ومينا شابتر المينا شابتر بتترأيسها الصديقة ابتسام للصوت المحاضرة بالجلسة الثانية وفيها لجنة تنفيذية انا عضو فيها وبنفس الوقت احد المصرفين الكبار من الامارات حول اسمه السيد عبدالعزيز الغرير رئيس بنك المشر المعروف رئيس مجلس النواب السابق فكمان هذه من الجهود اللي عم قول فيها الاتحاد خليني اقول لتقارب او الحوار المصرفي العربي الدولي وهذا امر بأكد لكم مهم جدا ويتطلع الاتحاد دائما لهذا التعاون مع المصارف العربية وبنفس الوقت بقول لابد من فعلا تقفوا حد الاتحاد بهالفترة لاستمرية هذه الجهود ونحنا ان شاء الله يعني بوجود فريق عمل جديد برؤية جديدة اللي هي موضوع الديجيتل والسوشيل ميديا هذه الجهود كلها حتطلع تقدروا طبعا تستفيدوا منها وفينا بلا شك نقدر نعمل هالعلاقات المباشرة ما بين اي مصرف يريد مع اي مصرف من اللي انا شكرا لحضراتكم وااسف اذا طولت عليكم شكرا اشتركوا في القناة